أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أراحب بضيفي في هذه الفقرة زي ما قلت لحضراتكم واحد من النجوم الكبار في جيل بداية الألفينات الحقيقة لغاية لما بطل كرة وبعد كده أصبح من الموديلين الفنيين الحقيقة اللي عليه العين كل الناس بتبص على أين سيكون مجدي عبد العاطي ضيفنا النهاردة أين سيكون خلال أي فترة بيبقى مش متواجد فيها ناس كلها بتسأل مجدي عبد العاطي هيكون فين زكا مجد الله خليز أكبر تسلام الحمد لله بخير والله كله كويس حمد لله والله أكبر تسلام دني عامل إيه زي الفل الحمد لله المدين الفني دي شغل أنا صعبة برسا قبل ما ندقى في أي حاجة شغل أنا صعبة شغل أنا مرهقة ويا لا متعتها لو أنت حابب الموضوع لكن في كل الأحوال هي صعبة جدا ومرهقة ذهنيا وعصبيا ونفسيا وكل الحاجات وضغوطات غير طبيعية لكن طبعا كل كل شغلنا نتعرف فيها حاجات كويسة وفيها حاجات مش كويسة حاجات كويسة فيها كتير والحاجات المش كويسة برضو فيها ريسك بتاعها عالي جدا لكن مهن احنا اخترناها وإن شاء الله يعني الحمد لله يعني ربنا يكرمنا فيها كده ونبقى موفقين إن شاء الله يا رب ان شاء الله لسه بادري انت لسه ربنا يديك الصحة والعمر بس كنت سادس في فاركو أو خامس حاجة كده سادس سابع تعريبا سادس في فاركو وبعدين فجأة لقينا مجدي عبد العاطي مش موجود على القيادة الفنية لجهاز فاركو ايه اللي حصل من وجهة نظرك ده من وجهة نظرك ما عنديش شوية كانش ليه وجهة نظر في الموضوع خالص لا الموضوع كان سيف جدا والدنيا مشة بشكل كويس تطلع معهم من تحت اوه اه طلع معهم من تحت اشتغلت معهم مع بداية الموسم اللي فات وربنا كرمنا وعملنا حاجة كويسة الحمد لله جدا سعادنا مع فرقة ومجموعة لعيبة كانت كويسة جدا وتنظيمنا اصلا كله كان السنة كان بشكل كويس اشتغلنا على الموسم ده بشكل كويس وعملنا فرقة الحمد لله كويسة وكنا بشكل بشكل كويس في الدوري اعملت خمس انصرات وتعادل وخسرت خمس مباريات يمكن مباراة الكاس دي اللي خرجت منها من كفر الشيخ ممكن يتكون هي السبب معرفش بس انا كاس بان فرقه من هو يخرج من الكاس اه طبعا من كفر الشيخ فريق درجة تالية لكن في نفس الوقت مقبول يعني لا يعني الموضوع كان ما كانش عندي ادنى شك ان فيه حاجة ممكن تحصل يعني لكن هي رؤيتهم وانا باحترمها جدا وخرجنا بشكل لطيف جدا يعني ما فيش اي غضادة في اي شيء طبعا سياكة مصار استغرابي يعني على ما استفهم امام مجد ماشيك يعني فريق سادس دوري يمشي منه لا وهو برضو كابتن اسلام الديلي اللي كان بيني وبين الادارة في ان احنا السنة الاولى نبقى في الدوري الممتاز نبقى بس يعني حتى نبقى مش مشروطة ان احنا نبقى في مكان آمن او نبقى في الدوري الممتاز المهم تبقى مش من النازلين بالزبط احنا الحمد لله انا بقول لحضرها كنا ساهمهم في المركز السادس يعني في المركز التامن متساوي من مركز السادس مع فيوتشر ومع المصري تحتية يعني تكلم في 11 فريق من اسماء كبيرة جدا ومن فرق كبيرة جدا وصرف ومصاريف كبيرة جدا انا بتكلم في اسماعيلي لما انا مشيت اسماعيلي في طرع جيش في سراميكا في امبي في مقاولين في جونة كل الفرق يعني اللي انا بتكلم عليه دي كانت تحتي في الجدوى لما انا مشيت لكن في النهاية دي رؤيتهم مجلس الدارة انا احترمها جدا وزي ما قلت لك الموضوع خلص بشكل هادي جدا جدا وفيش اي مشاكل خالص ولكن برضو الناس استغربت لي لان فرقه الحقيقة انت معملتش تدعمات كتير يعني مجموعة اللاعبين دايما بنبقى عارفين ان مجموعة اللاعبة اللي بتبقى طالعة من الدرجة التانية او من الممتاز به وتصل الى الممتاز بتبقى احنا السنة بتاعتنا كانت صعبة جدا جدا اولا فرق كتير جدا جدا كانت يعني صرفة او موجودة وعندها بجت كويس جدا نتكلم في الممتاز به في الممتاز في الممتاز اه وفي نفس الوقت كمان الفكرة في ان انت الدوري الدوري الممتاز خلص متأخر جدا وما كانش عندنا وقت ان احنا نعمل المكس ما بين اللاعبة اللي هتفضل معي من السنة اللي من الممتاز به واللعبة اللي هندعمها دعمنا باللعبة كويسة جدا باقل الامكانيات يعني كين الناس متخيلة ان فرقوا صرف مصاريف عالية جدا ان كنا شغالين على معظم اللاعبة الفري وعملنا تيم كويس جدا والامور كانت ماشية بشكل كويس يعني الحمد لله هم دلوقتي سابع تامن برضو حاجة كده ما كانش فيه قلق في اي حاجة يعني الحمد لله الهدف اللي انا بقول لحضرتك كنا بشغالين عليه ماشي عليه وصلنا له يمكن كمان بدري يعني الحمد لله طب مجدي ايه الفرق ما بين اندية الشركات واندية الجماعية نوجة نزرك اه يعني بشوف دايما كل حاجة فيها ايجابيات وفيها سلبيات انا اشتغلت في اسوان نادي برضو كان وش خير علي الحمد لله اسمك كمدرد طبعا اه عمالنا حالة كويسة جدا بس طبعا البجت والامكانيات كانت صعبة جدا جدا فعلا عانيت فترة كبيرة جدا انا ومصطفى امين المشرف على الكرة وساعتها هناك وستلوح مسلمان وكابتن مجلس ابالك وكل الناس اللي كانت موجودة في مجلس الدارة عشان نقدر نعمل تيم من غير فلوس مزموط انا كنت بعمل اختبارات اه كنت بعمل اختبارات يعني كنت دا والله العظيم كنت بعمل طول فترة الاعداد دي اختبارات والحمد الله برضو مشيت وسبت الفرقة بين الدورين 18 نقطة والحمد الله بايت في الدور الممتاز بشكل كويس اه فكرة الاندية الجماهرية انت كابت اسلام زي ما انت لعبت وشفت يعني انت بتشوف صدا اي مجود انت بتعمله بشكل دايركت مباشر اه وبتشوف برضو صدا اي فشل بالنسبة لك برضو بشكل مباشر اني احلى يا مجد يعني انت لعبت هنا وهنا اه اشتغلت مدفعي هنا وهنا اه اني احلى اه يعني مفيش شكل الاندية الجماهرية مفيش شكل ياه وبس لو لو الادرات اللي تتولى الاندية الجماهرية يبقى عندها الفكر والطموح ان هي تقدر تدخل موارد الاندية الجماهرية المشكلة الدوري بتاعنا كمان هيبقى في حتة تانية اه بجد قديت الشركات كويسة جدا ومريحة جدا للمدير الفني ولللعابة ومفيش اي مشاكل في اي حاجة لكن انت برضو هقول لك على حاجة احنا احنا لما اخدنا كاس مصر في امبي اه الفين وخمسة الفين وخمسة اه والفين وحد واشر برضو بس انا كنت ساعتها في الجاز الفني مع كابت المخطوة احنا اخدنا كاس ومراحنا الشركة ومراحنا وحطناها في الشركة اه بكلام جد والله يعني هنروح فين لكن اندية وانت ماشي في الشارع ناس بتهنيك انا بقول لك لما اشتغلت برضو فترة في التحادس كندري وشتغلت فترة في النادي المصري مساعد مع كابت المخطوة لا اصدق اي مبارا انت بتعملها وفيها نجاح اصدق شغلك بيبان بشكل مباشر فكرة بس الموارد فكرة السيستم والنظام الموجود في الاندية الشركات فكرة الامكانيات الموجودة في الاندية الشركات كل دي عوامل ايجابية العوامل السلبية بس هي الموارد المالية اللي بتعاني منها او المشاكل اللي بتعاني منها الاندية الجمهرية في نفس الوقت أنا بقول أن العامل الرئيسي في ده هو مجلس الإدارة. مجلس الإدارة.